احنا نتكلم كمان اكتر عن كاس العلم الاندابس خلينا في الدوري كده ونتكلم على المباراة اللي جاية هي مباراة بعد بكرة ان شاء الله عايزة اسألك لو حضرتك مثلا مكان المدرب او شايف ازاي المدرب ممكن يلعب في مباراة زي دي يلعب لعب مفتوح ولا يبقى فيه تحفز هجوم لا تحفز احنا عندنا امكانات قوية سوء على المستوى الدفاعي والهجومي فريق ككل لا ما فيه الشك ونفس الكلام اللي قلناه في البداية النادي الاهلية اكيد بلعب على البطولة هو اصل هي يعني مش معنى انها باهتم الدفاع انها هيبقى ما فيش اهتمام بالهجوم او العكس لا بالعكس انت في حالة الكرة تمتلك الكرة خلاص انت في حالة هجوم ايا كان الكرة دي فين في التلت الدفاع بتاعنا في التلت الاوسط في التلت الهجوم والعكس فقدت الكرة برضه بتحول لناحية دفاعية فهي التوازن ده لازم يكون موجود والتحول يكون بشكل كبير سريع يعني اصبح دلوقتي التحول ان شكل التكتيكي للفريق ان هو ازاي يتحول من الدفاع يلي يمتلك الكرة او يستخلصها ويستحوز عليها وازاي ينطلق في الناحية هجومية مستوى التكتيك اكيد عندنا كويس جدا نقدر اذا فيش اي مشكلة عندنا نقدر ان التحول ده يكون فعال ويتم بشكل سريع وشكل مناظر والعكس برضه فقدنا الكرة برضه التحول من الهجوم للدفاع اكيد كناحية قططية هيتم بشكل كويس وشكل جيد وشكل مناظر يعني التوازن ده هي هو التحول ده اعتقد ممكن حتى بنيجي نحكم على المستوى فريق ازاي بسرعة يتحول من الحالة الدفاعية الحالة الهجومية او العكس كلما كان المستوى التكتيكي مرتفع التنفيذ بيبقى سهل على العيبة